طبعاً البرلمان وقعوا في أحداث مهمة أحداث عديدة مع كامل الأسف كي يغيب علي الشيء الكثير ولكن مثلاً في 81 تقرار باش تضاف سنتين للبرلمان كان في الدستور فيه أربع سنين وتقرار باش تزاد سنتين الاتحال الشركي ذاك اللحظة كان ضد القرار وقال ما إلى آخره والدرجة أنهم قروا ينسحبوا من البرلمان وكانت واحد المعركة وطيسة ولكن بعد فشك الافتتاح جاءوا وكان في ذاك اللحظة ولا يعني في 77 كانوا البرلمانين يحضروا باللباس عادي ولكن جاء واحد اقترح قانون اللي البرلمانين جاءوا باللباس تقليدي المغربي جلابا وإلى آخره فجاءوا ذاك المعارضة الاتحادية ومعاهم عليها عطا الله يرحموه جاءوا باللباسهم العادي ما خلاهم شي دخلوا للقاعة واللي دخل هو السدي والسدي بابا ودهم المكتب ديالو وتبعو الجلسة عبر الشاشة دير تلفاز طبعاً قلت هذا حدث كان ماشي هذا وكان في خطاب ملكي قوي في الافتتاح ديال المالك الراحل حسنتاني الله يرحموه وكانت اشياء من هذا القابل حدث مثلاً ملتا مصرقبة ما كانش سهل ملتا مصرقبة ووقعوا في احداث عديدة اللي رجعت ان المالك شا خفية مني كانت احمل وطيس في واحد النقطة معينة وكان مثلاً من جملة النقاط اللي كانت هناك انه كان الرئيس كان عليه ضغط عثمان قال منيكملوا المدخلات قال الان غندزل العملية التصويت وناطسي محمد الوافة الله يرحموه في نقطة نظام وقال اودي الادزتي والعملية التصويت المعارضة ستنسح من تصويته فاحنا عندنا خمستاش الواحد سمعنا كلام تقال في حقنا بغينا نجاوب عليه عندنا خمستاش الواحد اللي خصويته دا في ذاك اللحظة دريسل بساريكان قال سنضغ اكتبه ورائقة ونضغ خرج عطاها المخزني وانا كنت واقف حدا ذاك المخزني قالوا اديها لعلياته ومشاه هوه بطف السنسور ومشاه ذاك الورقة كاتبلو فيها ووقف عليها المهزالة بالفرنسية طبعاً طبعاً مباشرة سنسى للوفاء عمل نقطة نقطة نظام واتشيرها عندي في الفيديويات طبعاً عمل نقطة عالياته وقال اودي لها عملنا اللي قال سيمو حمد الوفاء غادي نربحوا شعبيين وغا تكون عالما جماهرية دا ولكن غايتقال بأن كينا شي حاجة ما بين الأحزاب المعارضة وما بين القصر فكان قطارح أنا يا ذاك الخمسطاش يولي وغاية خمسة وإلى آخره واتفقوا وكانت يعني وكان هذا الاتفاق طبعاً مثلاً عاود للحظة فاش كان كي واخد الكلمة محمد الخليفة كان كي يتواجه هو مولي أحمد العلوي اللي يحموه وكي قاطعه داك شي وقع واحد شناءان أكثر من هذا ناضي واحد نائب من الأغلبية دار نقطة نظام ومعطاش وناضي وبدك يدفع الخليفة من الساة دا والرئيس كي يقول له سيرتك سبلاستك وعندي صورة كتو تتقاض اللحظة بالضبط فمتي كي يقول له سيرتك سبلاستك أشيء عديدة وقعته وكانت واحدة رجاف داك في داك هداف صراحة ملتا ما صراح هذا كان شي حاجة كبيرة جاء جاء خفيتان البرلمان مثلا بحال دا في ملتا مصرق هذا كان خليه نولد راشيد أخذ الكريمة وهاجم الاتحاديين والاستقلاليين وقال له مش كنتو موشنية براميجكم وتعادلية الاقتصادية وهذاك الشرحية العلمية والآخرية تلا من هذا القبيل منينسى لاخد نقطة نظام عبد الواحدة راضي وقال له انتمكس عشد الناس اللي قلسين قدام كده الآخرية ويكفي هداك اللي قبالت كون عتلوا علاها المرحوم سيمو حمد بن سعيد الله رحمه وقال له هداك تهرس ظهروه في معركات شي معركة ملا معركات والناس كافحة من أجل هاد البلاد وماشي وماشي غريبي جي كلام من واحد طرابي فرانكو هنا هدا كلام اللي ماضوا اللي منتمين الأقاليم السحراوية كلهم تضامنوا مع دافت ودافت رفعت الجلسة وجاعز ديل العراقي كان بان ولكن كان جاعت الحسن ثاني فماتلا حدث آخر كان واحد نوبا كان السيلق بباب الله يرحمه كان رئيس لجنة التعليم وكان شي كيتناقش شي قانون وجا شي واحد دانا لقى كلمة قال صاحب الجلال قال كده 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 جا القباب بدك يعارضوا جا دا قالوا را دا كلام صاحب جلال قالوا وكلام صاحب جلال ما شي قرآن ناضط النوضة وقعادات رفعت الجلسة وطلبوا الشرائط وستمعوا للكدام كيفاش صياق جات الكلمة وإلى أخيره يعني كانت أشياء من هذي القابل كثوقها مثلا حدث آخر كان براهيم بوطالب كان رئيس لجنة الإعلام والثقفة وكانوا كي نقشوا الميزانية دي الإعلام وبدك يجبد بغزارة جريدة الأنباء وقال بأن هذهك عالة على الدولة وكيتصرف عليها الملايين وكده كده كده ومعنده شي فأي ده وغاية تنشر أخبار إلى أخيره في هذه اللحظة الحسن الثانية الله يرحمه كيتتصل برئيس مجلسة نوابلي هو الدي والسيلي بابا قالوا شغال سبيلوك كده موت سيشوف شنو كاين في اللجنة الفلانية سير وقف داك المعزالة على ما جاه هذا كان داس الموضوع المهم قلتك من هاد شي كيوقع على الشيء الكتير كيوقع على الشيء الكتير